إلى جانب فيما عدى القرار اللي يمكن كان لي دور بنسبة 100 أو ألب الموازين بنسبة 180 درجة وهو قرار استبعاد أو تجميد محمد أبو جبل وطارق حامد داخل نادي الزمالك في مفاجأة كانت من العيار الثقيل لأن في التوقيت ده ما حدش يصدق أبدا إن قدرت نادي الزمالك وتحديدا مرتضى منصور هياخد قرار في التوقيت ده خلي بالك محمد أبو جبل كان من أقرب المقربين لفريرة وطارق حامد نفس الأمر وكلنا كنا بنأكد على إن رحيل أو غياب طارق حامد عن نادي الزمالك كان بيكون ليه تأثير كبير فجأة وبدون مقدمات وهنا دور بقى حصل أو اجتماع حصل داخل نادي الزمالك أو داخل فريق كرة القدم بنادي الزمالك من أمير مرتضى منصور ومحمود عبد الرازق شكبالة وهي مطالبة اللاعبين بالتأكيد على إن هم يقدروا يستمروا داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ومن الآخر كده مش طارق حامد هو اللي شايل لهم ودي جملة اتقالت داخل غرفة خلع الملابس في نادي الزمالك إن مش طارق حامد هو اللي شايل لكم وإن مش محمد أبو جبل هو اللي شايل نادي الزمالك وبالتالي ظهر محمد عواد بالشكل اللي انتوا شايفينه وهو أحد العناصر البارزة في حصول نادي الزمالك على بطولة الدورة إلى جانب باية اللاعبين طبعا الوينش وأحمد سيد زيزو وروق اللي ظهر أو يعني كشر عن محاولات كارتيرون باستبعاده بشكل مستمر في فترة من الفترات فبالتالي أثبت رؤى إن هو على قدر المسؤولية وإن أعدته على دكة البتلاء خلال الفترة اللي فاتت هتواجه مشكلة كبيرة وكان ممكن يمشي من نادي الزمالك وبالتالي أثبت جدرته باللعب والاستمرار وبعد ما كان الناس بالطالب إن رؤى يمشي وحمزة المسلوسي يمشي بعد طبعا أداءه السابق اللي كان بيظهر عليه بشكل متراجع أو بشكل متدني بيختلف الوضع كليا بالنسبة لعدد من اللعبين طيب إيه الفايدة بعد كده اللي حصلت إن فريرة بدأ يتفرج على اللعبين الشباب إن فريرة بدأ يختار يوسف أسامة نبيه فاروق جعفر حسام عبد المجيد وسيد المهار واللعبة دي يمكن كانت بتتمرم مع الفريق فترة من الفترات حتى وقت كارتيرون لكن كارتيرون كان رافض إن هو يدفع بيهم بشكل أساسي ثم بعد كده بتروح لأشرب بن شرقي اللي بيرحل عن نادي الزمالك وكل لو تفتكر مصر كلها قالت إن نادي الزمالك حيعاني بعد رحيل أشرب بن شرقي لكن فجينا زي ما بقولك بتطور غير طبيعي في الأداء الجماعي لنادي الزمالك آخر عشر مباريات صدر قرار من أمير مرتدى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك وحصل على موافقة من مجلس الإدارة بزيادة مكافآت المباريات المتبقية في الدوري وتحديدا بعد حصول نادي الزمالك على بطول كاسباس اتخذ قرار إن المباريات المتبقية لنادي الزمالك المباراة الواحدة هتبقى بمئة ألف جنيه في حالة الفوز فالعشر مباريات أو التسع مباريات بمليون جنيه فبالتالي بدأ يبقى فيه حافظ أكبر حافظ مادي داخل نادي الزمالك أدى لي الأداء اللي انت شفتوه خلال الفترة اللي فات ولما تيجي تبص للقرار الأخير بزيادة مكافآت اللاعبين في المباراة الواحدة لمئة ألف جنيه تسأل سؤال هو ازاي بقى فيه فلوس مرة واحدة داخل نادي الزمالك في الوقت اللي كان في فترة من الفترات أو في فترة اللجان المعينة بيتم طرح أو فتح حسابات لجماعين نادي الزمالك من أجل التبرع ففي قرار كان أو بعتبره واحد من أسوأ القرارات اللي كانت اتخذت أو تم اتخذها داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة